دعماً للعلاقات المميزة بين البلاد الجمهورية السودان فقد أطلق فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيت نوم فعاليات معرض المنتجات الصناعية السودانية بقصر الخامس عشر من يناير كان ذلك بحضور نائب الرئيس السوداني حسب محمد عبد الرحمان ورئيس الوزراء باهيمي باتاكي البير وبعض أعضاء الحكومة وأعضاء السلك الدبلوماسي المؤتمدين لدى البلاد محمد عثمان بشير والتفاصيل إن تاريخ الثامن عشر من مايو الفين وسبعة عشر كان موعداً مع معرض المنتجات الصناعية السودانية بقصر الخامس عشر من يناير حيث يعتبر هذا المعرض هو الأول من نوعه في تاريخ البلاد حيث قامت مجموعة شركات جياد السودانية هذه المرة وعلى رأسها وفد رفيع المستوى بقيادة نائب رئيس جمهورية السودان حسب محمد عبد الرحمن حيث كان في مقدمة افتتاح هذا المعرض فخامت رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بجانب نائب رئيس جمهورية السودان ورئيس الوزراء بايمي باداكي البير وعدد من وزراء ومسؤولي البلدين بالإضافة إلى رجال الأعمال من الدولتين بعد افتتاحه رسميا قاموا بزيارة إلى مختلف أجنحة المعرض التي تحتوي على أكثر من 232 منتجا من منتجات مجموعة شركات جياد الصناعية الثلاثة وعشرون الذين شاركوا في هذا المعرض من أصل ستون الشركة ينتمون إلى مجموعة هذه الشركة السودانية العريقة حيث يحتوي المعرض على منتجات حديثة ومهمة الاستخدام في مختلف المجالات مثل صناعة السيارات والجرارات والمختبرات الطبية فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ونظيره نائب رئيس جمهورية السودان حسب محمد عبد الرحمن بجانبهم رئيس الوزراء بعد زيارتهم لهذا المعرض الضخم لشركة جياد الصناعية حضروا المناسبة الخاصة التي أقيمت على هامش افتتاح هذا المعرض بداخل القاع الكبرى للمؤتمرات بقصر الخامس عشر من يناير الكلمة الترحيبية لهذه المناسبة الافتتاحية كانت من قبل عمدة بلدية أنجمين مريم جومي عبيت بينما رئيس مجموعة شركات جياد الصناعية وخلال كلمته له ألقاها بهذه المناسبة أكد على أنهم مستعدون لتزويد السوق الشادي بكل الاحتياجات الضرورية وأنهم في استعداد كامل لتزويد أشقاعهم الشاديين من خبراتهم وتجاربهم نظرا لتشابه الكبير في الحاجة الصناعية والتجارية للدولتين سفير جمهورية السودان لدى البلاد عبد العزيز حسن صالح أكد على أن كل هذه النجاحات التي تحققت هو بفضل السياسة الرشيدة والحكيمة لقادة الدولتين عمر حسن أحمد البشير وإدريس دبي إتنو رئيس جمهورية شات نائب رئيس جمهورية السودان حسب محمد عبد الرحمن أكد خلال خطابه الضافي في افتتاح هذا المعرض على أن دولته مستعدة لفتح فرع للشركة لمجموعة شركات جياد الصناعية تسمى بشركة جياد الشادية وقدم هدية رمزية بعد خطابه تتمثل في مفاتح ثلاث سيارات حديثة من صنع مجموعة شركات جياد الصناعية فخامة رئيس الجمهورية وخلال كلمته طلب من رئيس الوزراء وعمدة بلدية أنجمينة بإكمال الإجراءات اللازمة لمنح مساحة أرضية واسعة للشركة بأنجمينة ذلك يأتي استجابة لطلب نظيره نائب رئيس جمهورية السودان وطلب من رجال الأعمال الشاديين ضرورة الاستفادة من خبرات الشركة من أجل تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين ترجمة نانسي قنقر